جثث تخرج من أحواش منازل واغتيالات تتم في الشوارع دون تعقيدات كبيرة وقتلة يصولون ويجولون في الشوارع يبدو المشهد وكأنه جزء من فيلم رعب لكنه وللأسف مشهد واقعي يحدث في تعز كل يوم أكثر من 200 حادثة اغتيال داخل المدينة وعشرات المصابين والمهجرين أصبح القتل أسهل ما يمكن القيام به في تعز أسهل من ضبط الأمن وأسهل من توحيد قوات الجيش وأسهل من حقن دماء الناس كل هذا يتم أمام مرءا ومسمع من الجميع السلطة المحلية، قيادة الجيش، الحكومة والتحالف كلهم يتفرجون على ملشانة تعز وذهبها نحو الفوضى وإذا لزم الأمر فيتم عقد اجتماعات طارئة ومهمة في السابق انحصرت معظم حوادث الاغتيالات في الجنود لكن يوم أمس السبت حاول مسلحون فوق دراجة نارية اغتيال مستشار المحافظ والقيادي في الإصلاح نبيل جامل ما أسفر عن إصابته مع سائقه برصاص ملثمين ماذا دها تعز؟ في لحظاتها بؤس وفي كلماتها آلام تغرق الحالمة في الدماء أصبح حلمها الأمان وحضور الدولة بينما يستمر انحسارها وتلاشيها على حساب حضور القتلة والإرهابيين حتى الآن فاشل المحافظ وقائد محور الجيش وقائد الشرطة في إيقاف حمل اغتيالات المتزايدة يطلقون حملات أمنية تخرج الدبابير من أوكارها ثم يتركونها تمارس هواياتها دون رقيب ولا حسيب رغم الآمال التي ارتفعت لدى أبناء المحافظة عقب استعادة بعض مؤسسات الدولة في المدينة إلا أن موجة الخلافات التي نشأت بين قيادة السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظة يلقي بظلال الرعب على السكان من الموت المتجول على شكل دراجة نارية الرئيس هادي ورئيس حكومته بعيدين كل البعد عن كل هذه القضايا وكأن تعزو الدماء التي تسفك فيها ليست ضمن جغرافيا اليمن أو أنها كما قيل قطاع منفصل ترجمة نانسي قنقر